تعرضت مدينة الطاط المغربية لفايدانات عنيفة مما أصد عن خسار مادية كبيرة وتشريد العديد من العائلات وقد تركزت الأضرار بشكل خاص على دوار سموك أقرد الجبلي حيث جرفت السيول منازل عدة وهددت حياة السكان وتدور رؤيت مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو تظهر قوة السيول وتأثيرها المدمر على المنطقة مما زاد من حالة الحلع والخوف بين سكان المنطقة إنا لله وإناه رسول حسبنا الله ونعم الوحيد كما تداول رؤيت مواقع التواصل الاجتماعي نداء استغاسة من سكنة أقرد سموكين بأقليم طاطا يطالبون من خلاله السلطات بالتدخل وإنقاذ الموطنين من السيول الجرفة ووفقا لما جاء في النداء المتداول فإن 12 شخص على الأقل فقدوا بسبب الفايدانات التي عرفتها المنطقة فضلا عن انهيار مجموعة من المنازل وقدت هذه السيول إلى انقطاع الماء والكهرباء والإنترنت في المنطقة بشكل كامل ويتطلب الوضع حاليا تدخلا سريعا من الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم والمساعدة لكل المتضررين من السيول والفايدانات وفي نهاية الفيديو احنا نتمنى السلامة لكل أخواتنا وأهلنا في المغرب والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه أصرنا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأصرار جديدة على قناتكم أصرار النجوم